نادي الاهلي لسه بيحاول في مسألة التعاقد مع سوزا مهاجم جينبوك الكوري كان فيه كلام انه الامور اتقفلت لا ما اتقفلتش هما لسه لسه عندهم امل والامل ده جاي منين ان مارس الكولر مصمم على سوزا يا عم كولر خد ده حلو المهاجم ده كويس لا انا عايز سوزا طب ده عمل مطشاة كويسة وجاب كاب جمهور حلوين انا عايز سوزا طب يا سيدي فيه وكيل جاب لنا اللاعب ده ويا ما عمل ويا ما سوى انا عايز سوزا يمين شمال انا عايز سوزا فالراجل مصمم على سوزا عشان هو شايف في طريقة لعبه وكلمنا في الكلام ده اكتر من مرة هو المهاجم التارجت اللي هو المهاجم الكلاسيكي هو مش عايز المهاجم اللي بيجي من الخلف للامامه والمهاجم اللي بتحرك كويس لا عايز المهاجم اللي بيعرف يبقى وشه لجون بيعرف يلعب بيمينه وشماله اللي عنده ضربات الرأس كويسة جدا فده مارسل كولر شايفه في سوزا عشان كده الاهلي ماشي في سكة التفاوض مع النادي الكوري واللاعب وايضا برضه ماشي في سكة التفاوض مع دياماتا اللي قتلكم لاعب ايضا او مهاجم ايضا من المهاجمين اللي يعني مارسل كولر يعني مرحب الى حد ما بيهم هو لاعب بالجيكي من اصل كونغولي والد انه يبقى موجود ايضا في النادي الاهلي لو فشلت كل مساعي النادي الاهلي في التعاقد مع سوزا وفي ايضا اسم تالت الاهلي متكتم عليه ايضا في طي المفاوضات في حال فشل صفقة سوزا ده فيما يخص مهاجم النادي الاهلي